السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي اليوم ان شاء الله بنشارك معكم واحد مرطيب سهل جدا بعنصرين وهو معتمد عندي منذ سنين وصارحة رائع جدا البشرة وكيرطب وكيسفي البشرة كما تعرفوا البنات البشرة اللي كتكون مرتبة جيدا من الأعمق يعني كتن نحميها من تجاعد من تصبغات وكذلك يعني من الشيخوخة اللي كتكون مبكرة والحويش اللي يكونوا مرافقينها لدينا جوج حويش وهوما جيل ديال الويفغة وزيت الخرواع لدينا الويفغة انا كنت تعمل النبتة ما عندكم نبتة ممكن تعملوا جيل الويفغة يعني اللي كيتباع المحلات فقط يعني كنت تأكدوا من ان هذا الجيل يعني هو يعني فيها في يعني ما هو طبيعية وخلاص كما كنوصيكم ديما شوفوا المكونات ما تكون شي حاجة اللي ماشي يالك نقبل على بركتي الله دي مدى معكم فقط للإشارة البنات هاد المرطب رائع جدا وعندو واحد المفعول سحري واتوسو به بزاف ديال الاطباء وصاص بواحد صراحة هادي ماشي وصفات ديالي أنا يعني معوداكم يعني كان أعطاكم وصفات يعني الأغلبية كيكونوا ديالي وكان بعض القراءة اللي سنكون جربتهم ولقيت يعني الفعول ديالهم وكنشوفهم أنهم صايبين بطريقة صحيحة كنشاركهم معاكم ولكن الأغلبية يعني ما كان كنش تكونوا يعني ديالي هاد الوصفة هادي صراحة الوصفة ديال واحد لنا تخبط اسميتها معروفة يعني في فرنسا ومعدا صدا عالمي هي ايغين جروجون يعني معروفة بزاف وإعطات هاد المرتب هادا اللي هو صراحة واعب بزاف دونك غادي نبدو اللي بناتعال بركات الله هنتم غادي نبدو الويفيغة غادي نحاول يعني ناخد فقط الجيل ديالها دونك الجيل ديالها ها هو غادي نحاول فقط يعني ناخد الجيل هنتم ما كتشوفو غادي نطيح لها الجيل ديالها زوين وقل لي اختفض بها وقل لي اختفض بها لا تشوفوه انتما كذلك عندي عندي نبتة ديال الويفيغة لانني كان نفضل ان استعملها بالنبتة مباشرة والذي نعمل على الوصفة انكم من هنا تحتفض بها لا يوجد حاجة مشكل مهم انا غادي نكتفي بعد الشي باش ما نطولش عليكم سوف نضغط على هذا الجيل سوف نضغط على هذا الجيل بعد إصلاد الكريم سوف نضغط مفاق نضيفه في الدرجة نضيفه نضيفه وضيفه يكون مرحبا يكون مرحبا خلط بين الماء و الهجل و الهجل و الهجل يكون مرحبا في الهجل يجب أن تشرب من درجة تحتاج لغشبك و البنات تنظيفه لقد تُرّبه ثم تدخل بسبب نضيفه يحتاج لغشبه الزيت تشربه تركيبه تونى وهذا التنائي يصبح الله يتعطي الكريم يسهل جدا أن البشرة تمتص بسرعة هذا هو النصيحة التي نشارك معكم اليوم والسلام عليكم ورحمة الله